لا حديث في السياسة ولا للتدخين بعد اليوم مبادرة اجتماعية تستهدف اضفاء روح الاخوة والتعاون بين ابناء قرية البتار في محافظة واسط سكان القرية من شيوخ عشائر ووجهاء وشباب اتفقوا على مبادئ محددة لا يحيد عنها اي من سكان القرية اتفاق لفت الانظار نحو هذه القرية الصغيرة ولاقت خطوة الاهالي ترحيبا من قبل المناطق المجاورة طبعا البتار منطقة ريفية ومنطقة ريفية يقلعون عن التدخين شبابها فتشيء الى مردود هذا مردود مادي بالاضافة الى الصحي وهذا يعود الفضل الى شيوخ العشائر وجهاء المنطقة ونحتبرها محاضرات توعية هذه للشباب اللي ينطوها الشيوخ العشائر والوجهاء اللي يخلون الشباب يقلعون عن التدخين اتفاق هجر السيجارة في هذه القرية لم يكن بالامر الصعب لما له من فوائد صحية ومالية ستعود بنفعها على شباب القرية العشائر اللي بيها التجمع واخذها قانون بان التدخين ممنوع بها المنطقة واحنا اي واحد يدخين يعرض نفسه للمسائل العشائرية وليس المدخنون وحدهم من يواجهون المسائلة العشائرية بل ان الخائضين في النقاشات السياسية المثيرة للجدل هم عرضة للمسائلة العشائرية على حد سواء منطقة البتار وصلت الى هذه المرحلة العالية الكبيرة وطبقت انه الكف بجميع الاماكين وبجميع المحافل بالدواوين بالمناسبات بالقعدات منعت الحديث عن السياسة وقد تكون تمكنت من ذلك بعون الله ومشيئته المبادرة الفريدة من نوعها في محافظة واسط تبناها اهالي قرية البتار حيث التزموا طوعا بتنفيذ القوانين المتفق عليها دعينا ابناء المناطق الاخرى للاقتداء بهم والاستفادة من هذه البادرة التي تكشف حسن النوايا وسمو المقاصد